وفي خبرنا الأخير بدأ ملتقى شارقة للخط استقبال الأعمال المشاركة في دورته الحادية عشرة التي تقام في أكتوبر القادم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتنظمها إدارة شؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة وكانت لجنة العليا للملتقى قد اختارت تراقيم شعارا للدورة الحادية عشرة التي تستمر شهرين وتشهد مشاركات محلية وعربية وعالمية وأعلنت فتح باب المشاركة واستقبلت أعمالا خطية لفنانين من مختلف دول العالم تنوعت بين الاتجاه الأصيل والخطوط الحديثة تحضيرا لاجتماعات لجنة الفرز خلال مايو المقبل وتبلغ الجائزة الكبرى للملتقى خمسة عشر ألف دولار أمريكي إضافة إلى ثلاث جوائز للاتجاه الأصيل قيمة كل منها ثمانية ألاف دولار وثلاث جوائز للفنون الخطية الحديثة قيمة كل منها ثمانية ألاف دولار فضلا عن جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالخطاط الإماراتية وقيمتها ثمانية ألاف دولار اشتركوا في القناة